اسم التجربة الحرارة الكامنة للانصهار الهدف من التجربة توضيح الحرارة الكامنة للانصهار عناصر الامن وسلامة الخاصة بالتجربة الحذر عند التعامل مع الاجسام الساخنة والباردة في حالة حدوث اي طارئ اخبر معلمك قبل اتخاذ اي اجراء ادوات التجربة كأس زجاجي به ثلج ثرموميتر معلق في حامل لاهبو بنسن خطوات اجراء التجربة نضع ثرموميتر في كأس زجاجي به ثلج فنلاحظ ان قراءة الثرموميتر تساوي 0 ديجريز نضع الكأس الزجاجي الذي يحوي الثلج والثرموميتر فوق الهب بنسن ونراقب الثرموميتر اثناء عملية انصهار الثلج فنلاحظ ان درجة حرارة الثرموميتر تبقى ثابتة عند الزيرو ديجريز حتى يتحول كل الثلج الى ماء النتائج نستنتج ان درجة حرارة الثلج لا ترتفع اثناء انصهاره لان الحرارة المكتسبة تستهلك في زيادة المسافات بين جزيئات المادة الصلبة الثلج لتحويلها الى مادة سائلة ماء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر